موسيقى السلام عليكم نبدأ ان شاء الله اليوم المخاضرة حكينا احنا في موضوع جديد المرة اللي فاتت لو بيحكي عن او ايش هي العمليات الاساسية اللي بنستخدمها لاجل التعديل على الصورة تمام من ضمنها كان او اهم عملية عشان نعمل تعديل اصلا على الصورة اليمية الريجن اوف انترست وشفنا كيف بتم رسم الريجن اوف انترست او تحديد وهي عن طريق اكس واي اما اكس واحد واي واحد و اكس اتنين واي اتنين تمام الامر واللور اي او عن طريق اكس واي مع الوات والهاي تبع ايش الريجن اوف انترست عشان نقدر نطبق الخصائص اللي احنا بدنا نشتغلها على هاي الصورة اه التاني يعني اساءل من او يعني من اهم العمليات الاساسية اللي احنا برضو ممكن نشتغلها على الصورة اللي هي الانلارجنج والشرنكين يعني كتير أنا باجي بضيف الصورة بتبع كبيرة بظغرها أو بتبع صغيرة بنكبرها عملية التكبير والتصغير إلها طريقة عشان تبين معك إن الصورة كبيرة أو تبين معك إنها إيش زغرت أو صار مقاسها أصغر هنتعرف على كيف بقدر أعمل enlarge أو أعمل shrink اسمهم هيك شرل large و shrink مش maximize و minimize ماشي؟ طيب إيش ال enlarge وال shrink an image can be accomplished by replicating or skipping pixel فكرتهم الأساسية للتكبير والتصغير على الصورة إنه أنا في الأصل يا إما بضائف أو بقلل replicating يعادة تكرار البيكسل يعني مثلا كانت الواحد بيكسل واحدة لما بنكبرها عشان تبين كبيرة بنخلي بدل ما هي بيكسل واحدة بنخليها أربعة بيكسل طيب حسب المحسر اللي إحنا عايزينه واضح؟ هاي معنى إيش؟ replicating إنه أنا بكرر البيكسل عشان تبين أكبر خلاص؟ أو skipping إنه أنا بأتنازل مثلا كان عندي الواحد مرتين أو ثلاثة بناخد منهم مرة فبتصير أصغر هنشوفها كيف إن شاء الله من خلال الأمثلة فهذا مفهوم الشرنكينج واللي هي الانلارجينج بشكل يعني أساسي أو مختصر these techniques can be used to magnify small details in an image بستخدم هدولة خصوصا عملية الانلارج اللي هي عملية التكبير إني أركز على تفاصيل صغيرة زي نعمل زوميا اكي تركزها على تفاصيل الصغيرة بحيث تبرزيها بشكل أوضح أو نعمل إيش هادي عملية الشرنكينج أو reduce a large image in size اللي هو تقليل حجم الصورة so that fits on the skin بحيث إنها تصير مناسبة لمقاس الشاشة اللي إنتي بتعرضي مثلا سواء كان بالmaximize أي عفوا بالإنلارج أو بالشرنك بس يعني reduce تقليل معناها بنشتغل الشرنك التركيز على جزء صغير ونكبره معناها بنشتغل إيش إلارج they have the advantages التنتين هدول الطريقتين تبعت الإلارج والشرنك طبعا أنا لما بدي أجي أضيف pixels عملية صح؟ بدها وقت ولما كمان بدي أقل البيكسل عملية تحتاج إلى وقت لكن من مميزات هدول العمليتين إنهم ما بياخدوش وقت كتير تصيب التنبع بشكل سريع لو أجل دخلنا على ما بعرف أخدتو كيف ممكن أحسب للخورزمية الزمن مثلا تبعها ما أخدتوش أوكي الفكرة إيش إنه هذه الخورزمية اللي راح نستعملها عشاء أو وقت التنفيذ راح تستغل يعني يستغل الprocess أو الprocessing أو الrobrating system في عملية تنفيذ هاي الخورزمية في لمح البصة زي ما بيقولوها يعني حظوات بسيطة يعني أنت ما بتستني لك والله دقيقان ما يروح يخط بيكسلز وهذا على طول مشاربا تفلت الماوس بيصير تكبير للصورة واضح؟ يعني من مميزات التصغير والتكبير العمليتين راح نتكلم عنهم إنهم بيصيروا بشكل سريع هاد من مميزاتهم لكن من المساوئ أو مش سيئة على الآخر يعني لكن يعني من الأشياء اللي لازم ناخد بالنا منها إنه كان يعني بكبر الصورة أو بزغرها بس بناء على معامل صحيح يعني والله بدي أخلي ضعف أو ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف الصورة الصغيرة أو إني أخليها اللي هي نص أو ربع طبعا إحنا نص وربع فش عنا نصاص وربع حيضل عنا قيم إشمالها صحيحة هاي فقط الفكرة أو يعني العيب الوحيد أو الشغلة بننتبه لإلها في عملية التكبير والتصغير ولا هي بتتم بشكل سريع طيب كيف الفكرة؟ قبل ما نحكي هذا الحكي عشان كلام كتير بيشرح الطريقة بدنا نعمل مثال أوكي؟ طيب لولا افترضنا أنا عن إيش بدي أتكلم هان؟ على الإن لارج على التكبير افترضي عندي صورة اتنين في اتنين طيب؟ هذا الحجم الأصل تبعها اللي هو إن في إن إيش فيها مثلا؟ نفترض فيها واحد اتنين تلاتة أربع هادولا يعني الكلارز اللي موجودة داخل هاي البكسل عشان نعمل لها إن لارج بيحكيلي لازم تحطي فاكتور يعني تحطي النسبة على أساسها بدي يتم التكبير يعني بدك إياها ضعفها تلات أضعافها أربع أضعافها قديش بدك يعني؟ واضح؟ فأنا هان عسبي للمثال بدي أفترض إنه أنا بدي أكبرها بحيث إنها تصير أربع أضعاف حضروف في أربع حضروف في إيش؟ في أربع فنفترض إنه عندي المعامل هذا أن نفترض كابيتل بيساوي أربع ليش؟ بس إحنا بنات لهم نيجي بنعمل تكبير وتصغير بالماوس ما بندخل العامل فهي تلقائي يعني بتصير فالزيادة أو النقصان بتكون يعني بمقدار صحيح هاي الفكرة اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة حسب كيف بيحسبوها على الشاشة ماشي؟ طيب هلقيت هادي كيف بدنا نعمل؟ يعني هروح أعمل أو إشي هستفيد من هذا الفاكتور إني هاخد الفاكتور هاد أضربه في مقاس الصورة الصغيرة عشان أعمل منها مقاس أكبر واضح؟ طيب يبقى اتنين هادي عندي اتنين أنا هي اتنين في اتنين مظبوط؟ طيب اضرب اتنين في اربعة واثنين في اربعة قداش بتصير؟ تمانية في تمانية يبقى المفروض يطلع عندي صورة حسب الانهاي مقاسها قديش؟ تمانية في تمانية اربعة، خمسة، ستة، هاي سبعة، تمانية، اوكي؟ وهاي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، بنقص على النصف، هاي تمانية تمام؟ هادي صارت قديش الصورة؟ تمانية في تمانية طيب اول سؤال راح نسأله لحالنا كيف بنا نعبي الفراغات هاي؟ المفروض انا بعبيها من هان من نفس الصورة الصغيرة واضح؟ لو انا والله قلتلك حطي كل واحدة في مكانها معناها حنخصر الصورة طاعتنا هان ما عملناش اشي ولو انا فرضا اجيت اسمتها يعني هيك يعني يعني خلنا نقول تجاوزا بدون التعامل مع عمليات حسابية لو فرضا بدي اسمها اربع اربع، انه هادي تيجي في الربع الاول وهادي في التاني، وهادي في التالت، وهادي في الرابع هيجي الواحد مثلا هان يعني كل اربعة بيكسر سيكون فيه عندين ممكن فيه عبار تقريبية؟ تمام؟ فيش تقريب، بنفعش نحط تقريب بالمرة، فيش ش�ي عشار اساسا واضح؟ هنخط لتنين هان، وحنيجي الربع التاني، واحد، اتنين، تلاتة هاي اربعة، هاي ها هان، هتجي التلاتة وهان راح تجي الاربع طب الباقي ايش نخط فيه فاضح ايضا واضح فبنفعش انا اخد من هان واودي هان لانه فيه حيصير عندي فراغات كتير ماشي طب ايش الصح ايوة بدنا نكا شفتوا الريبليكيشن وين يعني حيصير البيكسل تبعتين بدلا من هنا اصحى صغير كأنه ماخدة حيز بون بيكسل حيصير الواحد ماخد هذا البلوك كله فهصير عندك واحد 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 اتنين 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 فهمتو كيف فانا بباعف عدد البيكسل اللي موجوده في الصغير في الصورة الكبيرة واضحة الفكرة كيف بدنا نباعفها لانتا بنشوف يبا احنا اعرفنا انه ااخد من هان وحط هان يعني مثلا هادي بتحطيه كانت اللي هي البيكسل 00 صح وهادي واحد وصفر مضبوط وهادي صفر وواحد وهادي ايش واحد وواحد يعني لو بدي ايجي ااخد هادي صفر في ايش احنا في اربع لو بنعمل هيك اشي صفر في اربع هتعطيك ايش او البيكسل 00 فهو اديها في 00 على الكلام اللي احنا اشتغلناها الان هادي لو بدي اضربها في اربع هتروح البيكسل اديش اربع وصفر فهي اربع وصفر طب لو بدي اخد هادي صفر في واحد هصير عندك صفر واربع هروح على البيكسل 004 احط فيها وهادي واحد واحد هصير اربع واربع هروح احط فيها طب الباقي من وين عبي صعب واضح فالعملية انه انا امسك منها لو اودي هناك هادي اش مالها عملية خاطئة فراحوا ايش عملو قالوا لا احنا بدنا نستنتج القيم تبعون البيكسل هاي بناء على مكانها هان بناء على مكانها هين طب كيف بدنا نعمل قالوا هنيجي نمسك الصورة تبعتنا والبيكسل اللي هان شفتوا العمليات في البرمجة بفرق لما اقول اكس تساوي واي عن واي تساوي اكس صح ولا لا هادي هتصير تاخد من هاي وهان هاي هتاخد من اكس تفرق فاحنا هنعمل العكس هخلي هادي تاخدنا تقرأ منها واضح عشان نقرأ بيكسل بيكسل من هاي ونشوف ايش بيناسبها منها واضح الفكرة ايش اللي هنعملها طيب كيف قالوا بدنا نسويها طبعا هاي نفترض نسميها الالارج صورة اسمها اي وهادي الصورة الاصلية ايش بدنا نعمل هقوله انه اي اكس او خلينا نقول كولوم ورو عشان نفهمها اكتر هاي كولوم ورو اللي هي ها ماشي لان حمشي حامل اللوب يبقى بناء على مين على هاذ الصورة مش بناء على هاي الصورة حامل اللوب بناء على هاي الصورة طيب انا ايش علاقة هاي الصورة بهاي الصورة هاي هادي هادي مضروبة في اربعة من هاي صح؟ طب لو انا هاي بدها تاخد من هاي بدها تصير هاي تساوي اي في اربعة في اربعة بنفعش تقسيم قبلنا نوعكس تمام؟ طب هتصير عندي الكولوم هادا على اربعة والرو قيمته على اربعة من هاي صح؟ طب لو عملنا ثلاثة يبقى بدها تصير كولوم على ثلاثة وروع على ثلاثة عملنا في اتنين هتصير هادي على اتنين يبقى عندي هادا هتصير الخورزمية طبعتي على ان عمقدار ان اللي انا هدخله عمقدار ان اللي انا هدخله وارح الفكرة طيب شوفوا كيف رح تصير نعمل هيك مثال نفترض اللوب طبعا اللوب يا بنا هتكون عبناء العالمين على الاكبر على الاكبر فهان فور الكولوم مثلا من صفر اللي هي سبعة وهان هيتو سبعة وهان فور الرو من صفر ليش؟ لسبعة صح؟ بناء العالمين على الصورة الكبيرة المصفوفة الكبيرة لانو انا لازم امشي عيون كوليتم لو عملت على صغيرة معنى الحكة همشي صفر وواحد ولقف مش هنعبل باقي هتواقف هاد في المربع اللي هان ماشي؟ طيب ايش بدو يصير معاي؟ ايش بدو يصير معاي؟ تعالوا نطبق ايش عندي انا? الرو بزيرو المفروض ايش هيمشي هيكا؟ اياااااااااااااااااااااااا لعمو مش مشكلة زي ما تمشي تمشي كولمرو قداش عندي انا زيرو وزيرو صح المكان زيرو وزيرو هانا ايش بدي يكون زيرو على اربع وزيرو على اربع يعني زيرو زيرو يعني انا البكسل اللي موجودة في اي صفر وصفر بدا تاخد قيمتها من مين من اي زيرو وزيرو تمام هيك فحننقل الواحد خلصنا منها طيب اللي وراها ايش بتكون عندي صفر وواحد احنا هنقرأ هيك اللوب اللي عندي اوكي صفر وواحد طيب صفر وواحد هان هان ايش بتكون برضو صفر وربع في عنا حاجة اسمها ربع فبنعمل الربع قديش اصلا هي بوينت خمسة وعشرين صح ولا بوينت خمسة عشر الربع بوينت خمسة وعشرين فهذا بنشال بضل زيرو الصحيح اوكي طيب يبقى ضلت البيكسل مين زيرو زيرو يبقى انا صفر وواحد هان هتاخد قيمتها من مين برضو من صفر وصفر هان فحيضل حط واحد ماشي ايوا فحنظل لو عتيش هياخد مسلا واحد واحد لما تصير هانا عند واحد واحد مسلا او كذا حتشوفوا كيف محل ما هيصير في واحد تغيير هيصير ياخد من مين نمشي في ايك شوية هاي نفطلت صار عنا صفر واتنين نمشي الرول اول وتشوفوا كيف رح يصير صفر واتنين اللي هي هام هادي حتاخد هايها صفر على اه صفر على اربعة الكونوم وهادي برضو عشي اتنين على اربعة اللي هي نص راحة اتنين بل صفر واضح او راحة البوينت فايف يعني راحة ضلت عندنا زيرو فحيرجع ياخد من صفر وصفر فهادي حتظلها واحد طيب صفر وثلاثة اللي هي هان صفر وثلاثة حتصير هانا صفر على اربعة صفر وثلاثة على اربعة اللي هي تات تربعة اللي هي خمسة وسبعين راحة ضل صفر برضو حتاخد من وين من زيرو زيرو فحياخد واحد طيب نشوف هادي حتيجع تلاتة ياخد تلاتة فعلا ولا لا اللي هي قديش صفر واربعة ماشي صفر واربعة صفر على اربعة صفر طب واربعة على اربعة واحد يبقى اصار عندي هلقيت صفر وواحد هياخد من وين هاي صفر وواحد فحصير ياخد ايه هايها قيمة التلاتة ايجتها واتحط ايش الفكرة وهكا طبعا كل اللي بعد هيك ليه صفر وخمسة وصفر وستة وصفر وسبعة كلهم لما تيش تقسميهم على اربعة الاربعة حيطنا واحد بوينت شغلة واحد بوينت شغلة حينشال اوكي اوكي لما ايه بالظبط فش عندي اتنين اساسا يعني لانه هادي سبعة في سبعة او يعني تمانية في تمانية من صفر لا سبعة بس هنقف عندها اوكي فهدولا كلهم الاربعة والخمسة والستة والسبعة ما تقسميهم على اربعة بيطلع واحد بوينت كسر مظبوط حيروحوا الكسر او الجزء العشو يضل واحد فكلهم هياخدوا نفس المكان اللي هو زير واحد فعملنا ريبليكيشن كررنا هذا البكسل او القيمة هادي والقيمة هادي بحسب طبعا الويتث والهايد اللي احنا زودنا او حسب الزيادة اللي احنا اعملناها فهدول كل اللياتهم هياخدوا قيمة البكسل صفر و واحد طبعا الناس الاشي لما يجي يرجع تاني حيرجع يكرر هادي يعني لو جربتوها هيك شايفين كيف الربليكيشن تطلب هذا الشكل لما يوصل هان هياخدوا يصير قيمة هادي واحد و صفر فيصير يكرر هاي المنطقة كلها يعتب هذا الشكل وهذا هتصير بنفس القيمة اللي موجودة في البكسل اللي هناك فبتصير الصورة اكبر واضح؟ يعني بضيف كولوم زيادة و روم زيادة لما بعمل تكبير صح ولا لا؟ واضح؟ طيب واضح فكرة اللارج واضح اش سوينا؟ يبقى هان بس بوصف ليها هتعالوا نقلق الكلمتين هدول بقول ليتو اللارج an image عشان نعمل تكبير للصورة by an integer factor in انت بتحدد قيمة هاد التكبير we must replicate pixels such that each pixel in the input لو ما هاد لاك كل بكسل في ال input image becomes mvn block بصير حجم ايهش mvn block يعني الاربعة تبعتك هاده هتصير حجم البكسل اربعة في اربعة هايهم اربعة في اربعة block لو قلت اتنين بتحتاخد مساحة اتنين في اتنين في ال large pixel image خلاص؟ of in the identical pixel in the main output image طيب the most straightforward هاد بيحكي عالمشكل اللي احنا تكلمنا فيها بولي the most straightforward implementation of this involves iterating over the pixels in the larger output image and computing the coordinates of the input image pixels from which value must be taken يعني لازم انا بحسب قيمة البكسل هان من وين بل هتتتاخد من الاصر؟ ما بعمل العكس ما بقول هاد يحط ليها هان و هاد يحط ليها في المكان هادو هط ليها لانو هيك هيصير في عندي فراغات وساعتها هيصير صعب نعبيها ماشي؟ لكن لما انتيجي تقرأي من هان البكسل تبعتك وتشوفي ايش بيناسبها من الصورة الاصلية بتعبيها كلياتها بشكل صحيح طيب for a pixel x y in the output image the corresponding pixel in the input image ازاي؟ x على n يعني قيمة البكسل اللي في الـ output هادي قيمة البكسل اللي في الـ output هتكون متاخدة من x على n من هان ما هاي احنا هاي شايفين الصورة الـ input الـ i عملنا لها القوله مروا على n والبيكسل الاصلية او البكسل تبعت الـ large أو الـ output يعني image اخذناها كل مروا عادي بكسل عادي بس اخذت قيمها من الـ input image على اساس x على n و y على n واضح؟ طيب calculation of the coordinates is done using integer طبعا الـ arithmetic لازم تكوني بشكل صحيح يعني تستخدم فقط الاعداد الصحيح واضح هذا يعني انا وقرأتكم اياه هذا في الاول ما كناش هانفها بس يعني مع المثال صار واضح ايش المطلوب او ايش اللي هو بده يوصل لنا الو هانا عندنا الخورزمية يعني بكل بساطة صار سهل اني اكتب الخورزمية تاعتها ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل خورزمية enlarge نعمل خورزمية الـ h الـ enlarge ايش بكتب؟ طبعا هدخل input image وندخل مين؟ الـ n او المقدار اللي احنا على اساس بنا نعمل تكبير integer input وحيطلع الاعطبط اللي هو الـ large image ايش بدي اصوي؟ بدي اعمل create لـ new image اللي هي الـ large image قداش حجمها هيكون؟ هنشأ صورة ما انشأت صورة بس فاضية قداش مقاسها with multiply size n يعني هتشوف ايش الـ input image قداش حجمها؟ وتقدر بحجمها بالـ n اللي انتي دخلتها مضاعف ايه اللي هو ضعف حسب يعني مضاعف بحسب نسبة n اللي انت دخلتها for each row in enlarge باشتغل عالميا على طول والعرض طبع for each row in enlarge image column enlarge image بس هنشتغلها column column تمام؟ بدل اللوب set enlarge image اللي هو الـ output بقيمة مين؟ المورو بتساوي الـ image اللي احنا اصلا دخلناها حسب column على n و رو على n بنخلص اللوب اللي جوا واللي برا بعدين بنقبع أو بنعمل output المين للـ enlarge image بدك تعطي التنتين مثلا بتعرض الإلاج وبتعرض دمين الـ image الاصلية عشان تشوفي قديش فكر هي نسبة التكبير واضحة هادي فيها اي مشكلة طيب طبعا هنا معطيني مثال هاي عنا صورة اصلا كانت صغيرة و رحنا كبرناها فطلعت بهذا الشكل وعملها على الخورزمية ايش عملت replication للبيكسل وصار عندي عدد البيكسل اكتر طيب لشرنك حدا بقدر اقولي كيف رح اعمل شرنك ممكن تقسم ماذا اقسم يعني على المعامل اقسم الـ x والـ y على المعامل لا ايش x والـ y عسمها على المعامل ما احنا هناك قسمنا لا يعني كلها عدد مين اللي بتقسمها صورة بدل ما ندرب القسمة مش هتصير هان مش هان القسمة هتصير في هادي لما انا اجيت بدي اصغر حجم الصورة او اكبر يعني في التكبير باخد حجم الصورة الاصلي و بضربه في ام هل قيتها هاي هاد الصورة الاصلية؟ بنفطلد هي هاد الصورة الكبيرة اللي دخلناها بدنا نروح نصغرها ايوه فبتقسميها عديش نسبة التصغير معاي؟ بنقسمها على قديش المعامل اللي انا بدي اصغر فيه فنفطلد انو انا بدي اصغرها على قديش؟ اه نفطلد بدي عملها 4.4 اوكي؟ يبقى اسمعات اثنين طيب يبقى بدي اسمعات اثنين اوه هي تمانية بدي اخليها اسمعات اثنين يعني بتصور واحد 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 اثنين ايوه بالضبط ماشي؟ هيصور ايش عندي؟ لو انا افطلد هاد الصورة الاصلية صارت و بدنا نروح نعمللها shrink نروح نعمللها ايش؟ لازم نحدد n n هادي بحسب القيمة انا رح تقسم عليها بصر عندنا عدد البيكسل في الصورة الجديدة نفطلد قلنا بنا نعملها اه اربعة فا اربعة او بلاش اربعة عشان تشوفوا كيف رح نرجحها زي هادي يبقى لازم يبقى لازم يبقى لازم على اربعة واضح؟ بدي اخليها برضو اربعة اشانا اولكي عملية skipping انو انا بتنازل عن بعض البكسل لانو في تكرار باخد جزء من هاي البكسل و بسيب الباقي واضح؟ طيب ان بدا تساوي اربعة يبقى حجم الصورة تبعتي هانا تمانية في تمانية بتدأسمه على اربعة عشان اجيب حجم الصورة الجديد فحيصير عندي على اربعة تمانية على اربعة اتنين وتبقى على اربعة اتنين فهذا الشرنك هتكون ابعادها اتنين في اتنين اللي رح ننشيها تمام هيك؟ هل ايتك كيف بدي احط بيانات للشرنك اميج؟ نفس الفكرة ما باخد من هانو بروح بحط هان لانو ممكن اسيب ممكن تكون القيمة هاي القيم اللي هانا مختلفة يعني بقدرش اروح اخد هادي و بدل بعض واضح؟ فبرضه هروح افحص هادي المكان واشوف من وين اجيب قيمته من الصورة اللي انا دخلتها طيب عشان يجيب قيمته ايش نعمل؟ نفس المعادل بصدرت ايوه واضح صارت معك عكسية العملية ماشي؟ فبتصير عندي العملية تبعت للشرنك نفترض هاي الصورة اللي انا مسميها ايه هاي الانبوت تبعي و بدي احولها للشرنك ايه عفا الشرنك بنا نخدها من الاي الشرنك بدا تاخد من مين؟ من الاي صح؟ طيب الكولوم والرو تبع للشرنك بدو ياخد قيمته من الكولوم مضروب صنع اربعة الهي في الان والرو مضروبة صنع اربعة الهي الان طبعا عشان نعرف قداش قيمته من هان خلاص؟ طيب تعالوا نجرب نشوف هايعطيني صح ولا لا؟ طبعا اللوب هتكون على الاساس مين؟ الشرنك يبقى اللوب تبعتك فور كولوم اه من صفر لا قداش احنا قلنا اتنين في اتنين من صفر لواحد صح؟ والرو فور الرو من صفر لواحد تمام ايه؟ طبعا تعالوا نجرب نشنك زيرو 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 وزيرو هتكون الاخدقمتها من مين؟ من زيرو في اربعة و زيرو في اربعة اللي هي زيرو زيرو طبعا حتاخد من مين؟ ايه زيرو زيرو. اون ايه زيرو زيرو هيا واحد هيروح ياخد بس الواحد تمام؟ طيب هلقيت انا مشيت على الواحد مفروض صفر ايه الرو أو أثر آه صحيح صفر و واحد طيب من بتكلم أنا هام هادي صح بحكة على صفر و واحد اللي هي هام هادي صفر و واحد وهدي و احد و صفر و و كنا إيش واحد و واحد طيب صفر و واحد إيش ستاخد من هام سفرmy 4 صفر اللي هي إي زيرو واحد في اربعة أربعة فوفن ن fishing على صفر و اربعة هين طيب وين صفر و اربعة صفر صفر وواحد اثنين ثلاثة هي اربعة اوكي اللي حياخد الثلاثة طيب ايش بده يسوي يبقى حيروح يعطي هذه القيمة المين لصفر وواحد هلاك فحيروح يحط لي ثلاثة هين يعني انا سكبين شوفوا كيف نطيت او لغيت مجموعة من القيم بناء على حجم الصرع اللي انا بدي اياه ماشي طيب هالاتانيجي طبعا خلصنا منها نروح على الكولوم هصير عندي واحد وصفر وواحد وواحد بدنا واحد وصفر ايش هتصير اربعة وصفر والواحد واحد هتصير اربعة واربعة طيب اربعة وصفر وينها هاي اربعة اربعة وصفر صح فهادي هي هتعطيك الاثنين ويحطها محل مين واحد وصفر هناك طيب وأربعة وأربعة هايها المكان هذا اللي هي القيمته أربعة هنروح نعطيها لمين لواحد وواحد فبصير عند الصورة زغرت بمقاسة اتنين في اتنين وأخذنا لاحظوا موظم القيم يعني واحد واثنين وثلاثة أربعة كلها أخذناها بس طبعا بش بنفس العدد التكرار شلنا التكرار شلنا واضح طبعا لو بدعملها أربعة فاربعة حتتكرر الواحد أربع مرات والاثنين أربع مرات والثلاث أربع مرات والأربع أربع مرات حتلاقيه إيش هيعمل هياخذ منها وممكن ياخذ هاي يعني هيسيب عمود هياخذ هاي وياخذ هاي جربوها هاي الأربع قيم أو الثمن قيم راح ياخدهم في السورة 16 قيم عفوا راح ياخدهم في أربع فاربع يعني لو جربتي على سبيل المثال واحد هاد قديش قلنا واحد وصفر هتصير قديش على أربع فاربع اتنين واحد وصفر عفوا عشان تشوفوا مين المكان بالزبط هتصير اتنين وصفر أربع اتنين وصفر حتكو طيب هاي زيرو وزيرو واحد وصفر واثنين وصفر واثنين اه افوال اتنين وواحد اه ثلاثة صفر وهنا اه صفر واحد تمام طيب هادي معروفة من زيرو وزيرو تمام طيب هانا واحد وصفر المفروض يجي ياخد من مين الكولوم تبعنا حيكون هانا واحد وصفر هناك هانا حيكون ايش اضربة طبعا هانا مش هنضرب في أربع هيصير الضرب عندك في اتنين اه في قديش احنا حنقسم على اتنين حنضرب في اتنين اكي لو بقولك يعني عملناها أربع فاربع لما بديك تماميها أربع فاربع شرينك بس عشان تشوف من وين بدي ياخد اكي اه معنى اين حتصير هانا عديش عنا اتنين اي شوفي عنا اه اس كولوم ورو بديها تساوي العفر اه اي في كولوم في اتنين والرو في اتنين صح طيب قدر بهذه الصفر والصفر هتاخد من زيرو وزيرو ماشي؟ ما فيش فيها مشكلة صفر وواحد صفر وواحد هتصير صفر واثنين صفر واثنين وين صفر واثنين؟ واحد هاي صفر وصفر صفر وواحد صفر واثنين صفر واثنين اه يبقى احنا اه سيبنا هذه بسيب سطر وبياخد سطر اكي؟ هاي عشان نتأكد بس من احنا عملناها الكولوم صح الرو جبناها غلط يعني هيك حييجي شايفين كيف؟ توصير ياخد قيمة ويسيب قيمة وياخد الوراء حسب كيف انت قيمة البلوك حسب ايش قيمة البلوك فحيصير ياخد واحد 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 وهنا اتنين اتنين اه تلاتة تلاتة اه وهنا اتنين اتنين اربع اربع بعد الشكل واضحة الفكرة؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة سهلة بس شوية صغيرة يعني مش اش كبير يعني واضح؟ فهول قيتها بيجي بعمل للشينك ايش بيحكيلي على الشرنك؟ تو شرنك ان اميج باي ان انتجر فاكتور ان وي مست سامبل افري انث سامبل بدنا نجمع تمام؟ بدياخد ايش عينة يعني بدياخد عينة من الانث بيكسل انتين هوريزنتل اند فيرتكال دايريكشن اند اجنور دا اذر ناخد بس الانث اللي حنا بدنا اياه ونتجعل الباقي زي ما احنا نعمل هانا سبنا صف و تركنا صف او سبنا اخدنا عمود سيبنا ثلاث عندان حسب قيمة ال اللي انت رح تشتغل عليها اجل this technique is most easily implemented by iterating over pixels in the output image and computing the coordinates of the corresponding output image pixel برضو نفس الفكرة بناء على المخرج انا بجيب قيمة البيكسل وهدول الشرنك والإلاجة بنات ايش بناء على مين بناء على يعني بتم تطبيقها بيكسل بيكسل ما بعمل كيرنل هان بمشي بيكسل بيكسل زي ما انتو شايفين طيب طبعا هاي الخوارزمية تاعتها ايش بيحكيلي هان هدخل image و هدخل in و ندخل و عفا الارطبط هطلع عنده shrink image في اي مشكلة في ايشي طيب هننشئ image shrink image بس ايش هيكون مراسها مقصوم على in divided by in اللي انت هتدخليها اه و هنقرأ روح و كولم بالنسبة لمن لل shrink image و حيصير عنده shrink image كولم روح تساوي الامج كولم مضروبة في ال in روح مضروبة في ال in و ننهي اللوب و نرجع الصورة القديمة الصورة عفا لل shrink image و نعمل هاي كانت كبيرة و رجعناها ايش عملنا لها shrink او عملنا لها تصغير طيب شو اللي بدخل على بعض شو اللي بدخل على بعض يعني انت لو عسابه انسيت بعمل ضرب ولا بعمل اسمه مجرد اعمليلك مثال صغير قولي هاد صغير بننكبرها كم بننكبرها بدي حجمها يكون ضعف حجمها يبقى بدنا نضرب عشان اجيب يبقى القيمة اللي انا حتكون هان تمام حتكون اه مقسومة على اين من هان عكس يعني مدام حتضربه في الاول يبقى الكورمرو بدنا نقسم اذا اسمنا يبقى بدنا نضرب بس يعني حط مثال صغير و اعنا ليه لحركة بتتذكر يعني مش محتاجة كتير طيب نجي نشوف موضوع اخير يعني او شو الابل الاخير بحسب حسب الوقت اللي بايل رسلكشن اش الرسلكشن الوعي كاس مش دوران خدوا بالكم مش دوران طيب الرسلكشن هانا اما بيكون بناءا على اه طبعا بالنسبة للمحور هاي الصورة بهذا الشكل لو حطيت عليه المحاور اما او بلاش زي هيك عشان تعرفوا هكذا يا فرتكال يا هوريزنتل يعني هاي هان اذا كانت هيك وبدى قلبها عشقة تانية يعني مثلا هاي اي و بي في هذا الشكل هتصير هانا اي وتصير هانا بي واضح؟ هاي الرفلكشن فهذا اش ماله؟ صار انعكاس بناءا على الواي اكسز بناء على مين؟ على الواي اكسز طب لو انا ايجا تعمل التحد عكسناها فبتصير هيك و اي هيك؟ صح؟ هاي مين؟ الصورة تبعتنا فهيك احنا عكسناها بناءا على مين؟ على الواي اكس اكسز اي اي اكس فبتصير طبعا هادي هيك وهادي مين؟ بهذا الشكل خلاص؟ يبقى انا الرفلكشن والصورة بتضلها في مكانها يعني هي مش بتصير تحت يعني هي فعليا بتنعكس في مكانها اه بس انا يعني بوركي كيف بصير شكل على المحور واضح؟ فايش اللي بيحكي لي اياه بقول لي انه الرفلكشن along either of the image axis can also be performed any place يعني بيتم الإنعكاس بناء على المحاور ا اكس او وال بس بتضلها في مكانها يعني ما بتمتعل من مكانها الصورة this simply involves كيف بتصير؟ ايه؟ كيف بدو يعمل اه الرفلكشن؟ بس عملية ايو تبديل ابدى مصة البيكسل الروم اللي تحت اجيبها فوق واللي فوق اجيبه تحت اذا بنا نعمل على الاكس واذا بنا نعمل على الواي الكلوم اللي كانت على اليمين بنا نجيبها عشمال والعشمال بتصير على اليمين مجرد ترتيب اعادة ترتيب المين الكلومز او الروز او اتنين مع بعض واضح؟ فحيصير عندي reversing the mean the order عكس ترتيب of pixels in the rows or columns of the mean of the image منعرجع نعيد او نعكس ترتيب البكسل الرو و الكلوم طيب نشوف كيف ايش الجوء الاكواشن او المعادلة اللي انا هستخدمها عشان نعمل اعادة ترتيب اعادة ايش؟ ترتيب فعلى سبيب المثال عندك الامج هادي ايش؟ vertical vertical reflection ايش عني vertical؟ عمودي المفروض ايش يصير؟ هاد محل هاد وهاد محل هاد عمودي هاي عمودي اوكي؟ عمودي صح؟ تعالوا نشوف اذا انا هيك صح ولا لا اوكي؟ حيندخل الصورة وبدي اطلع عندي reflection image طيب بدي ادخل صورة هيك بسيطة وهي واحد وهي اتنين وهي ثلاثة وهي اربع بدي اشوف بدي اصير الاثنين محل الواحد والواحد محل الاثنين المفروض والاربع محل الثلاثة وثلاثة اصير محل الاربع خلاص؟ طيب create new image reflection طبعا هنا الرفلكشن image هيكون مقاسها نفس مقاس الصورة الاصلية ماشي؟ فحي نعمل صورة طولها وعرقها بنفس الصورة الاصلية هادي مثلا بدنا نسميها image وهادي الرفلكشن image خلاص؟ اه قالت انت مكتوب vertical وهو reflection طب هذا horizontal كيف؟ حتى في الشوق علماء بعمل reflection بتعمل flip horizontal اه ايوة flip horizontal flip vertical اه بس انت لما vertical خلينا نشوف انا يمكن مخربطة خلينا نشوف ايش رح يصير حسب هو المرفوض عكسي طب خلينا بس اشوف ايش المعادلة بتعمل و بنحكيه لكم اياه الصورة اللي هو هيك اللي هي ثلين صح؟ هادي الwidth تبعنا بساوي ثلين خلاص؟ طيب هايقرأ row ويقرأ column لمين؟ للامج سواء الاولى او الثانى يعني بغض النظر اه بدو يجي اعمال لك من صفر لواحد حسب صورتنا من صفر لواحد ومن صفر ايش لواحد الreflection image column و row هادي هنقول zero و zero بتها تكون عبارة عن مين؟ الامج هو اصلية اللي هي ال double و هي اتنين اللي اخدناها ناقص column ناقص واحد هدا وين انا حطيتو؟ محل منطقة column المعادلة هاي الروم ما اغير هادي الروم لو انا بدي اعمل horizontal بحط نفس المعادلة هادي هان وهادي ببرها متل ما هي column من غير تعديل ماشي؟ طيب اتلين ناقص ال column قديش احنا؟ zero ناقص واحد والروم عند صفر صح؟ طيب اتنين ناقص واحد بصير واحد و صفر طيب يبقى انا الصفر والصفر هتاخد قيمتها من مين؟ من الواحد و صفر طيب هادي هايها zero zero وهادي zero واحد صح؟ وهادي واحد و صفر وهادي واحد و واحد اوكي؟ طيب يبقى العكس من تحت اه صحيح اللي هي سالب و موجب انا فوق موجب و تحت سالب هاي واي اوكي؟ طيب عنا هنا صفر العصر امم هادي zero zero اللي هاها هتاخد قيمتها من وين؟ من واحد و صفر ال اوام فها تصير ثلاثة افقي خلاص؟ طيب هنروح نمشي على هانا مين صفر و واحد فهادي برضو حطرها ايش اتلين ناقص صفر ناقص واحد نفس الاشي لها واحد و واحد صح؟ لها ضلت الروم متل ما هي حصل هنا فصير واحد و واحد فحيصير عندك انه قيمة الصفر و واحد هال صفر و واحد هال هايها صفر و واحد هال لا بيدتصير قيمة ال واحد و واحد هال هي اربع تمام طيب القدنى الصف الثانى الليها واحد و صفر من الصورة الاصلية بيدتصير قديش واحد و صفر بيدتصير اتنين ناقص واحد ناقص الخطر وهي واحد ناقص واحد صح؟ لو تصير اتنين ناقص اتنين بتصير زيرو هادي زيرو وزيرو. طيب فحصير عندي واحد وصفر. اللي هي هان ما اخبر من صفر وصفر هان. اللي هي الواحد. تمام? والاخيرة اللي هي واحد وواحد بتكون ايش اتنين ناقص صفر اا 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 ايو بتطلع لنا صفر وصفر لا. خليكم مرة تعامل. اتنين ناقص واحد ناقص واحد وعطيك صفر. ماشي? وهدي واحد يا صفر واحد. اوكي? فبصير عندك انه واحد واحد هان هياخد قيمته من ايش? من اا. صفر وصفر واحد. بش هدي واحد وصفر? اه واحد وصفر اه انا مرقباهم بس غلط اوكي? بس اشتغلناها صح صح? مزبوط واحد وصفر صح اوكي. مرة تانية. مرة تانية. مرة تانية. جايين هلا تقولوني. طيب. صفر وصفر. حتصر قداش? اتنين ناقص صفر. اه دي قداش بتطلع? اتنين ناقص واحد. ادي واحد. واحد وصفر. وين ناقص واحد وصفر? هيها. هذه واحد وصفر صح? فبدا تيجي لتنين هان. مزبوط? طيب. وصفر واحد. برضه تصير واحد. اه هيها صفر واحد صح? اوكي? بللناها. اه صفر واحد. اللي هان هتاخذ من مين? من واحد واحد لها. فحيصير هادي اربع. اه. يبقى زينا وقتلكوا انا اول. اه. صح? يبقى مطلعت صح? ماشي. واحد وصفر. هتصير عندك اه اه. صفر والصفر. هتبقى ما نسويها. هادي بقى تصير صفر وصفر. تمام? والاخيرة هتصير ايش عندنا? صفر وواحد. صفر واحد داية بتصير هادي. ماشي? طبعا لو كان عندنا اكتر من العمود حتلاقوا انه العمود اللي بعد الاخير ايجا اللي بعد الثاني. واللي التالت ورا التالت. وهكذا يعني. ماشي? طيب. هاي في عندك الاربع اشكال اللي هو اه الرفلكشن. المرة تجاود نبدأ احنا نشوف الادشن والاااااااااااااااااااااااااااا. مافيش واحد في محاضرة مشافة محتاجين اه. طيب يعطيكم العافية.